ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق توبوا إلى الله يا من تغير ذكر الشباب يا من تغيرون أخلاق الشباب يا من تغير سلوك الشباب رجال ونساء صغار وكبار توبوا إلى الله الله يدعوكم من التوبة وإلا عذاب جهنم وعذاب الحريق الله لا يدعو فتنة يدعو ثباتا واستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآخر الذي يدعو الفتنة هو عذاب جهنم وعذاب الحريق والذي يكون في الثبات والاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إلا الذين فتنوا المؤمنين فتنوا المؤمنين إياك أن تكون فتانا أن تسامر امرأتان أن تغازل شابتان إياك أن تفتنها بصورة بكلمة بعبارة بمغازلة بنظرة إياك أن تكون فتانا فتزل بسبك فلك الوعيد ولك الأعذاب إياك أن تكون فتانا ضالا مضمن إياك أن تنشر مقطعا أو أغنية أو شيع حراما أو كلمة ماجنة ساقطة فإياك أن تلا تدري كيف يكون تكون الفتنة والعطب والسعاف الخير فإنك لا تعلم ولا تدري كيف يكون الخير وأي كلمة الخير تصيب بإذن الله تعالى وإن الرجل يتكلد الكلمة من رضوان الله لا يقلها بالا يكتب الله له بهارضا لا سخط أذعده يكتب الله بهارضا حتى يلقاه يابد أن نفهم وإن الرجل يتكلد بالكريم سخط الله لا يقلها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا كريم سخط الله لا يقلها بالا مقطع لا يقلها بالا أغنية لا يقلها بالا فيلم لا يقلها بالا فهكذا يطيع يشاهد والعياذ بالله فيحل عليه الصخر لكن توبة الله باب التوبة مفتوح ثم لم يتوبوا باب التوبة دائما مفتوح قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر يغفر الذنوب يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله الكبير سبحانه وتعالى ورحمته كبيرة واسعة ورحمته واسعة أوقف الداء خرج من العينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه وهديناه يا الله يا الله يا الله ونقذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإرس والله يريد يريد أن يتوب عليكم يريد يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أنتمين ميلاً عظيمة موازين موازين بدأ في بداية بأغاني الله خير الماكرين مع من؟ مع الله يا الله يا الله يا الله يا الله فأكثروا فيها الفساد إن أخذه أليم شديد إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول لقد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله اسمع جيدا وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله الفتن والميحان فتن فتن كقطع الليل المغرم تتنفسون الفتن والشهوات تريد متى أن يأتي الليل وأن يرخي الليل سدوله والظلام كي تطالع المواقع أي تنعمي بالمشاهدة تلذذي بالمشاهدة انظري تأخذنا قوة في الإثم وفي السحر وفي الشر فتبعدون عن الصلاة وتبعدون عن القرآن وتبعدون عن تلك الخير وتكثر الوسواس وضيق الصدر وسواد الواجه ومحق المال جزاء المعصية قل هذا دهاء منكم أنتم الجن يعرف ظلمة المعصية وقوة المعصية بلى من كسب سيئا وأحاطت به خطيئة نأتي إلى السيئات والخطيئة والخطايا نأتي إليها لذكرها إن شاء الله تموت من عمل سوءا سيئة كبائر الإثم والفواحش هذه كل آيات نأتي إلى صردي الآن مع وقفات إيمانية الموت ألم يقول ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدن له ماذا؟ عذاباً أليم بالقرآن بآية القرآن تجعل النفوس تهوي إلى الحرم تفوق إلى مشاهدة الحرم إلى التمتر بالحرم إلى مشاهدة الحرم إلى أن يأخذ الإنسان شهوته ولذة في الحرم كم من مبتلى وهو لا يضي أنه مبتلى والجن سببه والعين والحزب والشياطين هم السبب بركة الله يباركنا في أقوارنا وأعمالنا البركة البركة في العينين ألا تطرع الحرم البركة في العينين ألا تشهد الحرم يقول الله تعالى في الحديث الغرسي ولا يزال عبدي يتقرب إليا بالنوافر حتى أحبب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به بصره الذي يبصر به إذا لا يبصر إلا حقا وإلى نورا وخيرا الله يكون بصره نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يقول الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يقول الله تعالى ومن يهين الله فما له من مكرم من يهينه الله فينظر الحرم من يكرمه من ينقذه من ينجيه من يتمتع في المستقفرات من ينجيه أحل الله الطيبات فانكيحوا ما طاب لكم من النساء مثل وثلاثة وربع ولأدى في الشرع التيسير في الزواج أن يسر أمر الزواج حتى تكون للشابة زوج وللشاب زوج فتكون قوتهم في الحلال لا يفارع الحرام ليصفاد اليهود والنصارى شباب المسلمين فتصبح الدول العربية أكثر الدول مشاهدة للحرام أكثر من دول أوروبا وأمريكا وكان ذو العياذ بالله الدول العربية المسلمة تشاهد المقاطع أكثر من الدول الغربية والدول الكافرة هذه حقيقة لماذا؟ لأنهم اتبعوا الشهوات اتبعوا الشهوات اتبعوا الشهوات أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى أتت بها ملتهم قل إنه بالله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا مصير يقول الله محمد تعجبني آية وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله أين نحن بآيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاح اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيقولون بلساء الحال قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أصب اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما المون فكان من المغلقين موج الشهوات أمواج الشهوات أمواج العافية طابع بالشهوات حفت النار بالشهوات حفت النار بالشهوات أين من يتعي الشهوات يقع في النار الشهوات فاظر أن الله ضيق ضيق الحرم والسعى الحلال إذا كنت تطعر في الحرام فتحرق ذاتك ونفسك الله أحل ويسلك زواجا مثلا وثلاثة وربع وزوجك حل لك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ما شئتم وقدموا لأنفسكم وابتقوا الله وفي مضع أحدكم سابق أن تتزين لك تطالع فيها ما شئت نعم أن تصر عورتك على جميع الناس إلا على زوجك زوجك هذه لك فانظر كيف شئت واخذ كيف شئت وتمتأ كيف شئت لكن نضيق على الشباب زواجا حلالا ونفتحرهم القنوات الحرام ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا تأمل وخلق الإنسان ضعيفا تأمل قول الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي خلقنا لطيف بنا خابروا بأحوالنا يسر الزواج ورغب فيه يقول المسلم عليكم يا معشر شرب عليكم بالزواج ما يستعبكم بأثر يتزوج فإله أغض للبصر أغض للبصر وأحصلني الفرش يعني أنت تغض بصرك حينما تزوج تصبح بصبغة أفعل أغض مبالع تغض أكثر فيك سكينة وطمعنين وعندك الزوج في بيت ولله الحمد والمنح لكن شباب جمرت حرقه وتأجب ذاخره فيفتحونه باب الشعوات الحارة وأهل الخير المسلم يغرقون عليه باب الزواج ويضيقون بالشعوب وبعدم العمل وبعدم الكسب والإنفاق ماذا يريدون زنى وخنى ورذين والعياذ بالله والله حرم هذا وكل من ساهم في التضييق على الشباب فهو آثم الحرم من أعلى إلى أسفله الكل آثم واجب عنه يسر عمر الزواج يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر وانا في البداية ما عندي تحالة ساليت الحمد لونتي آخر حالة إذن سأتفن ما كان صافي لا نرضى بهذا لو وضعنا أنفسنا في مكانها ما رضينا والله نقسم بالله لا نرضى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون من السماء الذي لا يظلهم الله تحت ذل عرشه يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله ورجل داعته امرأة ذات منصب وجمال فقالت هيت لك فقال إني أخاف الله رب العالمين داعته إلى نفسها امرأة بجمالها وقوامها وفي أمن وأمام لكن قال أخاف الله فحينما غيبت مراقبة الله أصبح نطالع في القنوات وفي الجرائد وفي الصور لأنه لا بد أن نتربع على الخوف من الله ومراقبة الله وليس مراقبة الرقيم أعظم مراقبة هي مراقبة الله نسأل الله نزقنا الخوف منه حب الله الحب الحقيقي يبنعك من عسيانه والخوف منه كذلك يحجبك عن عسيانه فغاب الخوف الحقيقي والحب الحقيقي فأصبحنا نعيش في خوف صوري مزيف وحبك غير صوري مزيف مطالعة القنوات الإباحية شباب يئن تحت هذا الأمر ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا يا الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اللهم يا رحيم يا رحمن يا عظيم الشام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن عفيت وقنا واصرف على شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تماركت ربنا وتعليت لك الحمد كله أوله وآخره على نيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم أكرمنا بترك المنكرات ومطالاة المنكرات ومشاهدة المنكرات اللهم بغض إلينا المنكرات اللهم ما عدنا عن مواطن المنكرات ومواقع المنكرات وصور المنكرات يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا نسألك ربنا علما نافعا ورزقا طيبا وآبلا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع نعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم استجب لنا اللهم اشفنا واشف شبابنا واشف شباب المسلمين وشباب المؤمنين وشابات المسلمين وشابات المؤمنين اللهم اشفنا وازواجنا اللهم في كل مبتلى اللهم في كل مبتلى اللهم حبب إليه الطاعة والعبادة حبب إليهم الصلاة والصيام والقرآن اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعسيان واجعلهم ربنا من الراشدين واجعلهم ربنا من الراشدين أخرجهم من الفتن سالمين أخرجهم ربنا من الفتن سالمين حصر فروجهم اهدي قلوبهم حصر فروجهم ربنا اغفر ذنوبهم طهر قلوبهم اهدي قلوبهم ربنا اللهم بعد بينهم وبين المركوات كما بات بين المشرق والمغرب اللهم بات بينهم وبين المنكرات كما بات بين المشرق والمغرب لا تيسر لهم الوصول إلى معصية اللهم احجب عنهم المعصية اللهم اطرد عنهم سبل المعصية والطرق الموصل إلى المعصية يا رب العالمين يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم إنا توكلنا عليك واستعصمنا بك اللهم احفظنا من حبائل الشيطان اللهم احفظنا من مكائد الشيطان اللهم جنبنا طرق الشيطان لا إله إلا أنت استعملنا ولا تستبللنا اهدنا واغذبنا واغذي على عيدينا إنسا وجننا سبحان ربك ربنا يزتي عمنا يصيحون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين هذه أولى ونتمن بإذننا يا عز وجل طيب أسأل الله تعالى أن يهديكم وفي مكان الذي كنتم تعصون الله غيروا المنحة وأطيعوا الله فيه الوقت الذي كنتم تأخذونه في البحث في الحرام ابحثوا فيه عن محاضرات وعن دروس وعن قرآن وعن ذكر نعم وعن ما يقربهم لله عز وجل إن الحسنات يذهبنا السيئات وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة لذكرين فتوكل على الله إن الصلاة تنهى للفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون توبوا إلى الله أوقفوا السوء والمنكرات وكونوا عون على البر والخير أسلموا لله إنكم محاسبون بين يدي الله أوصيكم وصيح واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه واتبع هواه كان أمره فلطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء الكلم ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مهتفقا هذا جزاء الظالمين جزاء الظالمين جزاء الظالمين أتسمعون جزاء الظالمين الحرق والصعق والنار يطمسوا على أعينهم وأعينهم لا يبصرون بها فتؤخذ نكالا وعذابا إن عصوا وتمردوا تؤخذ بإذن الله عز وجل بآية القرآن وبكلام الله جل وعلا حتى لا يطالعوا بها الحرم لأنهم هم من يسكن الأعين فيطالعوا ويجعل البذن يطالعوا معهم يحركوا النفس والشهوة فكذلك يشاركونها فيشاركون معها وهم فيها إن عذبتم الإنس هيجتم الإنس فتنتم الإنس رجال ونساء وجعلتم الإقدام عن الحرام والإقبال عن الحرام الحرام بين كما أن الحلال بين وأنتم تجعلون الفطر التغير لأن الفطر تأبأ أن تطالع